تواصل مدرية الصحة بالمينية تنفيذ القوافل الطبية والعلاقية المتنوعة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت القافلة الطبية بقرية دفش التابعة لمركز صاملوت على مدار اليومين الماضيين بالكشف الطبي على 2068 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاق إلى المستشفيات وذلك في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لوصول الخدمات الطبية والعلاقية المجانية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا